السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو سنحل ونشرح تمارين صفحة 114 لسنة الرابعة متوسط إذاً معكم غير تبعوا معي وتفتحوا الكتاب في صفحة 114 والصفحة أيضاً 115 سنفعلهم في فيديو لأنهم تابعين البعضهم إذاً تبعوا معي Task 1 I write the verbs in brackets in the imperative الامبراتف هو الأمر نكتبوا الأفعال في فعل الأمر فعل الأمر عدنا أفعال between brackets رايحين نصرفوهم في الامبراتف U add mint leaves and sugar to taste هنا add between brackets راهو عادي فعل عادي هنا in the imperative نقولوا أد معنى تعزيد معنى تعزيد ولا أذف add mint leaves and sugar and sugar to taste you pure in boiling water and you not forget to stir well إذن pure and not forget to stir well to stir well in the imperative عدنا wash the tea with hot water عدنا wash معنى تعزيد هنا اغسل wash the tea with hot water إذن هك الأفعال تصرف in the imperative هنا imperative هو فعل الأمر task two I reorder the jumbled instructions in task one to get a coherent paragraph about how to make mint tea I should avoid repetition in my paragraph هنا رايحين نديروا وصفة اللي بيها نطيبوا لاتاي أو وصفة لتحذير الشي عدنا هنا الخطوات راهي مخلطة راهي jumbled معنى ما راهيش in order رايحين نعودوا نرتبوها reorder the jumbled instructions instructions هما الإرشادات ولا النصائح إذن هنا رايحين نحاولوا أننا نرتبوهم ونكتبوهم in paragraph الparagraph تبدأ بهذا الطريقة wash the tea with hot water wash the tea with hot water نغسلوا الاتاي بالماء الساخن ونكملوا الparagraph إذن عدنا wash the tea with hot water put it in a tea pot نغسلوه بالمسخون ومبعد نديروه في إبريق لنطيبو فيه الشي pure in boiling water and don't forget to stir well ومبعد نزيدو عليه المساخن ونغطيوه add mint leaves and sugar to taste ومبعد نزيدوه والورقة على النعناع ولا السكر باش نحليوه ومبعد نذوقوه بشكل ساخن ديواكم نقولها serve the tea hot بعد ما نكملوا ونطيبوه نمدوه نقدموه ساخن Puring it in glasses from a height of about 20 to 30 سنتيمتر إذن هنا كنجي ورح نفرغوه نرفدو نسربوه في كيسان على ارتفاع ما بين 20 إلى 30 سنتيمتر معنى الارتفاع يكون ما بين 20 و 30 سنتيمتر باش نفرغو لاتي باش يديرنا الرغوة إذن wash the tea with the hot water put it in a teapot نغسلو لاتي نديروه في إبريق الشاي pure in boiling water and don't forget to stir well إذن نحطو عليه الماء الساخن ونخلطوه أملح add mint leaves and sugar to taste ثم نزيدو أوراق النعناع والسكر باش نذوقوه ونديروه الذوق then serve the tea hot نسربوه سخون في كؤوس على ارتفاع ما بين 20 إلى 30 سنتيمتر إذن هذه هي الوصفة نتعصرنا الشاي نشوفوا الآن تاسكري I add sequencers to my paragraph in task 2 نحن هذه البراغراف حين نعودو نكتبوها بإضافة sequencers لهما first, next, then finally, after that إلى غيرها I start like this first, comma, wash the tea with hot water إذن نحن نفس البراغراف نعودوها فقط بإضافة as sequencers إذن first, wash the tea with hot water next, put it in a teapot then, pure in boiling water and don't forget to stir well after that, add mint leaves and sugar to taste finally, serve the tea hot puring it in glasses from a height of about 20 to 30 سنتيمتر إذن هكا تديرو السيكونcers لهما linkers ولا links أو connectors للربط نشوفوا الآن تاسك 4 هنا راح نشوفو غير وصفات الوصفة الأولى كانت لصنع الشاي الوصفة الثانية راح نشوفو كيفاش نديرو البيض مقلي Task 4 I write sequenced instructions for a scrambled eggs recipe using the ingredients and utensils below and the correct form of the verbs I need from the following list إذن عدنا هنا للlist نتاع الأفعال to add, to beat, to place, to season, to crack, to pure, to cook, on a low heat, to stir and to serve hot إذن scrambled eggs معنتها البيض مقلي ومخلط I can use my dictionary and look up the verbs I don't know هنا نستعملوا الأفعال من هذه المجموعات والأفعال اللي ما عرفتوش الشرح انتحات قدروا تستعينوا بالdictionary أو القاموس باش تعارفوا معنى الأفعال إذن هنا راحين اللي كتبوا الوصفة عدنا هنا الانجريديينت اللي هما المقادير والمكونات والكيتشين انستلز إتنسلز عفوا اللي هي الأدوات المطبخ إذن عدنا 2 أجز زوج بيضات half table spoonful of olive oil نص مغرف زيت زيتون salt and pepper ملح وفلفل kitchen utensلز عدنا small frying pan المقلة تعال القليان a mixing bowl اللي راح نخلطو فيه الطبس اللي نخلطو فيه a fork فرشيطة table spoon وملعقة أكل هذو هما الأدوات عفوا المطبخية اللي راح نستعملوها باش نحضروا البيض المقلي هنا انتم تستعينوا بهذا الأدوات وهذا المكونات مع الأفعال باش نكتبوا الوصفة باستعمال هنا استعمال السيكونسرز أيضا اللي طلبوهم منا واللي سبق وخدمنا بهم I write sequenced okay sequenced معنتها داخلين فيهم have a sequencers first next then إلى غيرها كما دمنا في التمريض الثالث إذا نشوفوا معي الآن الوصفة task four هدنا first crack the eggs in a mixing bowl and beat them with a fork next season with salt here season معنتها تتبلوهم بالملح والفلفل الأسود والفلفل إذا هنا هي الأفعال راح تكون في الامبراتيف لأنه أثناء كينمدوا وصفة رايحين نمدوا الأفعال في الأمر season with salt and pepper and stir well تخلطوهم مليح then add half tablespoon full of olive oil to a small frying pan and place it over the heat وبعد نحطوا المقلة ندرو فيها شوية زيت زيت ونحطوها تسخن ونبعد نفرغوا فيها البيض after that and pure the eggs in the frying pan and cook on low heat finally serve it hot نطيبوه على نار قليلة ونخلطوه وفي الأخير يقدم ساخن إذا هذه هي طريقة أو وصفة صنع البيض المقلي مخلط and scrumbled نشوفوا الآن التمرين الموالي task 4 I work with my partner we use a dictionary to make a list of all the ingredients and kitchen utensils we need to make a cheese omelette as in task 4 هنا طيبنا بيض المقلي مخلط هنا رحين نطيبوه بيض بالفورماج رحين نكتبوه المقادير منتع البيض بالفورماج والأدوات المطبخية اللي نسحقوها and then we write the recipe and read it to our class وبعد نكتبو الوصفة ونقروها لزملائنا في القسم إذا هنا شوفوا أنا ديت لكم الأدوات والفقرة أنتو ما اكتبوها وحدكم لأنه را هي تشبه لتاسك فور نفس الوضعية هنا اكتبوها وحدكم أنا ما ديت لكم المقادير وأدوات المطبخ الانجريديينتس هنايا with ass نحتاجوا 2 eggs salt and pepper grated cheese and olive oil زوج بيضات الملح والفلفل والفرماج وزيت الزيتهم kitchen utensils small frying pan mixing boil fork spatula tablespoon نحتاجوا المقلة نتع القليان الطبسي اللي نخلطو فيه fork فرشيطة spatula اللي بيها نخلطو ولا نهزو في المقلة tablespoon اللي هي ملعقة أكل اللي رايحين نعبروا بها الملح وففل لكحل وزيت الزيتون إذن هذو هما الأدوات المطبخية وهذو هما المقادير لصنع بيض بالفرماج كتبوا الوضعية مثل task 4 نفس الوضعية فقط بدلوا المقادير وأدوات الطبخ والوصفة بطبيعة الحالة أنا هنا ما حبيتش نعاودها لأنه الوضعية كامل يتشابهوا رايحين نعاودوا فقط انتو ما عاودوا باش تتمكنوا وتقولوا تعرفوا كيفاش تكتبوا الوصفات task 6 هنا تابع صفحة 14 تكملها صفحة 115 I work with my partner هنا كمنا task 6 this is an excerpt from a letter by the 16th American president Abraham Lincoln born in 1809 assassinated in 1865 قال لك هذا مقطع رح نشوفوه من رسالة من الرئيس السادس عشر الرئيس الأمريكي Abraham Lincoln اللي زات في 1809 assassinated معنتها قتلة أو اغتيلة في 1865 to his son's school teacher بعث رسالة للأساتذة انت أوليده I write all the recommendations given by Lincoln to the teacher in the imperative as in the following example هنا رايحين نستخرجو ال recommendations اللي هما التوصيات أوكي اللي وصهم الرئيس الأمريكي Abraham Lincoln للأساتذة انت أوليده وصهم عليه قالهم وش تديرو وش ما تديرو وش باش أوليدو يقرم ليح هنا رايحين نقرأ ذوك الرسالة نستخرجو منها الجمل أو الأفعال اللي في ال imperative ال imperative form وكي ما راهم هنا في المثال شوفوا وش عدنا so dear teacher you should teach him things he will have to know so dear teacher teach him things he will have to know احنا راهي موجودة should teach احنا درناها في ال imperative اللي هي teach him بهذا الطريقة نستخرجوهم من النص ونعودو نكتبوهم في ال imperative form شوفوا الان الصفحة الموالية ليصفحة مية وخمساش سنو نجيب صفحة مية وخمسة عشر نقرأ الرسالة ونخرجو من بعد منها ال recommendations في ال imperative form my son starts school today it is all going to be strange and new to him for a while and i wish you would treat him gently قال له وليدي رايح يبدأ يقرأ اليوم وهذا العالم الجديد راح يجيه غريب ويستغرب منه نتمنى انك تعاملوا بلطف so dear teacher you should teach him things he will have to know but gently if you can قال له علموا اشياء يعرفها ولكن بلطف اذا تحب ولا اذا استطعت you should make him understand that for every enemy there is a friend قال له لازم تقول له باللي لكل عدو يوجد صديق you should explain to him that all men are not just that all men are not true but you shouldn't let him forget that for every scoundrel there is a hero that for every crooked politician there is a dedicated leader you should also help him to understand that in school it is far more vulnerable to fail than to cheat اذا هذه هي المجموعة انتع النصائح او مجموعة انتع التوصيات اللي يبعث بها الرئيس ابراهام لينكل للاستاذ انتع وليده باش يعلمه ويقره ويفهمه في بزاف امورات اذا هنا وين كاين الفعل رايحين نستخرجوه عدنا هنا you should teach هذه استخرجناها عدنا you should make make اوكي you should explain you shouldn't let him forget اوكي and you should also help him اذا هذو هما الافعال تستخرجوهم تحطوهم وحدهم ثم تكتبوهم في الامبراتف بهاذ الطريقة عدنا عدنا تتولي teach him make him وهنا تكملوا الجملة انا ما كملتهاش تستخرجوها هنا وتكملوها عدنا teach him make him explain to him don't let him and help him اوكي don't let him and help him هذه الافعال تستخرجوها من الرسالة وتكتبوها هكا في الامبراتف فور نروح نشوفوا الان الطاسك اللي الموالي عدنا تاسك 7 I work with my partner we exchange our copy books and compare our answers in tasks 1 2 3 4 and 6 Then we read my grammar tools 1 and 3 and correct each other هنا رايحين تقرؤوا grammar tools 1 and 3 وتصحوا البعضكم انتو زميلك تتبادلوا الكتب او الكاراريس وتصحوا التمارين من واحد حتى الستة شوفوا الان task 8 I write the correct form of the verbs in brackets in present or future عدنا افعال between brackets رايحين تكتبوها يا في المضارع ولا في المستقبل تقرؤوا الجملة وتشوفوا الافعال في كيفاش تصرف If he follow his parent's advice he not have any problems with his friends She be an accomplished citizen if she not fail her duties to her community 3 If we eat healthy food we keep fit and live longer 4 Family ties strengthen if people gather more often around meals at home 5 If you have well-advised plans for your future you succeed in life 6 There be more justice in the world if the rich give more to the poor الافعال اللي بين قوسين اتصرفوها سواء في ال present ولا في ال future اننا الافعال صرفتهم لكم وشنو انتو ما تصرفوهم وتعاودوا تكتبوا الجمل انا ما عاودش كتبت الجمل to avoid هنا باش الفيديو ما تكونش طويلة and to avoid repetition هنا دلتلكم الافعال وانتو ما فقط عاودوا اكتبوهم كما راهم ولكن في وسط الجمل عدنا follow تولي follows not have تولي will not have in the future بي عدنا will be in the future not fail doesn't fail in the present ايت ايت keep will keep and live will live strengthen will strengthen gather تولي gather have تقعد have in the present succeed تولي will succeed in the future be تولي will be and give تولي give in the present هذي هي الافعال انتع الجمل المعطات في ستة انتو ما تعاودوا تكتبوهم وتكملوا الجمل لا ما ديروش كما درت انا انا فقط ما ديت لكم الجواب الجواب نروحوا الان للتمرين الموالي اللي هو task 9 راحين نشوفوا في task 9 ربط كل جملة بالجملة الاخرى I match each imagined future situation with its corresponding future result عدنا إذا if لو فإن لو اللي هي نكتبوها في الانجليزية if معلتها إذا درنا هذيك الحاجة رايحين نتحصلوا على النتيجة انتحها في المستقبل هنا عدنا imagined future situation عدنا وضعيات في المستقبل هنا هنا تخيلناها درناها من عدنا وعدنا future result معلتها إذا درنا هذي رايحين نتحصلوا على هذي هنا نربطو ثم نكتبو هذو مع الجواب انتحهم في جمل باستعمال if if هنا يعطو لها if close عدنا عدنا we will accept our differences humanity will progress they will listen to family advice children will grow into responsible adults citizens will donate more money charities will provide more help for the poor governments will act responsibly many wars will be avoided إذن عدنا imagined future situation مع future result اللي هي النتيجة المستقبلية التي تصدر عن هذا الفعل إذا درنا هذي رايحين نتحصلوا على هذي تاسك تان عدنا I combine each pair of closes condition and result in task 9 starting with if close as in the following example if we accept our differences ونكملوا الجمل بنفس الطريقة باستعمال if نشوفوا هنا استفاش نخدموا هذي التمري تان عدنا if we accept our differences humanity will progress if they listen to family advice children will grow into responsible adults if citizens donate more money charities will provide more help for the poor if governments act responsibly many wars will be avoided عدنا if close تمدلنا النتيجة دائما النتيجة تكون باستعمال will plus the verb لأنه in the future النتيجة راح نشوفوها مستقبلا نشوفو الآن التمرين حداش والتمرين الأخير ونختموه هذي الفيديو I write all the combined sentences in task 10 starting with the result هنا بدينا ب if we accept اللي هي الف close ونبعد درنا النتيجة الآن رايحين نبدأوا بالنتيجة نقلبوا النتيجة والف close تكون في الأخير هذا ما كان نشوفو نفس الجمل رايحين نعودوهم فقط هنا نبدأوا بال result درنا نبدأوا بالفهم will progress if we act our with if we accept our differences children will grow into responsible adults if they listen to their families charities will provide more help for the poor if citizens donate more money هنا تكملوا الجمل أنا ما كملتهمش Many wars will be avoided if governments act responsibly إذن بهذا الطريقة بدينا بالنتيجة ثم الف closed chat في الأخير هذا ما كان إذن وصلنا لختام هذا الفيديو اللي كان للصفحة 114 والصفحة 115 مع بعضهم يتمنى إن شاء الله هذا الشرح مع الحل يكون فاتكم واستفدتوا أترككم في رعاية الله وحفظه وصحة فطركم وبقاوا على خير